رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر لغضبية صباح اليوم وقد أدل سعادة دكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي احتفاء باليوم الرياضي الوطني لمملكة البحرين وتجسيدا لأهدافه فقد أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بيخصص في يوم الثلاثاء السابع من فبراير 2017 الذي يصالف اليوم الرياضي الوطني لمملكة البحرين نصف يوم عمل للنشاط الرياضي ووجه سمو كافة الوزارات والهيئات الحكومية إلى تنظيم فعاليات رياضية وحركية في هذا اليوم الرياضي الوطني تتيح لموظفيها المشاركة فيها لتحقيق ما يهدف إليه هذا اليوم رياضيا وصحيا واجتماعيا ويعزز مفهوم الرياضة للجميع ويحقق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الفرد والمجتمع بعدها أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للعمل الأرهابي الآثم الذي وقع في منطقة بلاد القديم وأودى بحياة الملازم أول هشام حسن محمد الحمادي معربا المجلس عن أحر تعازي وخالص مواساته إلى أسرة الشهيد الملازم أول هشام الحمادي وذويه سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تضييق الخناقي على القتل في والإرهابيين والتشدد في تطبيق القوانين وتنفيذ القرارات ومحاصرة الإرهابيين فمن يخالف القانون يجب اتخاذ القرار الحاسم والسريع ضده دون تباطع لألا يسمح للإرهاب أن يتوطن في بلد آمن مستقر كالبحرين مشيدا سموه بما يقدمه رجال الأمن البواسل من تضحيات جسام في سبيل وطنهم وحفظ سلامته وصون أمنه مؤكدا سموه أن مثل هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال يوما من عزيمة وإصرار الحكومة والشعب البحريني على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب وأن يد العدالة ستطال الإرهابيين والقتل أينما كانوا وسينالون جزاءهم العادل فلا مناصة من القصاص لتبقى البحرين وحتى أمن واستقرار بعدها رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بفوز مملكة البحرين بتنظيم بطولة العالم الثالثة للطيران الداخلي بالنفق الهوائي المغلق للعام 2018 باعتباره حدثا رياضيا كبيرا يعزز مكانة البحرين رياضيا وسياحيا وأثنى سموه على الجهود الكبيرة التي بذلها سعادة الشيخ محمد بن راشد آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة جرافيتي لدعم ترشح مملكة البحرين وفوزها بتنظيم هذه البطولة بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بخصوصها ما يلي أولا بحث مجلس الوزراء السبل الكفيلة بتعزيز التنافسية مناء خليفة بن سلمان بين موانئ المنطقة وجعله والخدمات المقدمة فيه أكثر قدرة وشمولية وتنوعا على صعيد مناولة الحاويات والبضائع والخدمات وبما يتواءم مع الوضع الاقتصادي الراهن مطلعا المجلس ضمن هذا السياق على تقرير الشركة المشغلة للميناء المذكور والمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق وتقرير سعادة وزير المواصلات والاتصالات بخصوص هذا الموضوع ثانيا بحث مجلس الوزراء توفير متطلبات المشاريع العمرانية والاستراتيجية من رمال الدفان والأحجار مستعرضا جهود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في إدارة المحجر الحكومي إذ اطلع المجلس على سير العمل والإنتاج لتوفير مواد الأحجار ورمال الدفان منه للمشاريع الحكومية والخاصة ومستوى أداء الشركة المكلفة بذلك وبعد أن استعرض المجلس المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للشؤون المالية وضبط الإنفاق فقد قرر إحالتها إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية ثالثا بحث مجلس الوزراء تعديل رسوم خدمات تراخيص نقل واستيراد وتصدير وإعادة تصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف التي تصديرها وزارة الصحة وكذلك التراخيص الخاصة بصنع وإنتاج الأدوية التي تدخل في تركيبها هذه المواد وقرر المجلس حالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للشؤون المالية وضبط الإنفاق إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية لدراسة جوانبها القانونية وبخاصة مع القانون رقم 15 لسنة 2007 بشان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رابعا كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزرية للشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة للتصديق على الاتفاقية الموقعة في التاسع من مارس 2015 بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريم المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية أعلى والتي تضمنت المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف خامسا تدارس مجلس الوزراء الألية المقترحة التي عدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لضمان سرعة نفاذ الاتفاقيات والأنظمة والقوانين التي يعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون والتي تضمنت المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنوابة وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية سادسا وفق مجلس الوزراء على التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم من المزمع التوقيع عليها على هامش الاجتماع المرتقب للجنة الوزرية المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية وذلك بعد مراجعة جوانبها القانونية في اللجنة الوزرية للشؤون القانونية وتتناول مذكرات التفاهم أعلى التعاون بين المجلس الأعلى للبيئة ووزارة تغيير المناخ الباكستانية وبين المعهد الدبلماسي بوزارة الخارجية بمملكة البحرين وأكاديمية الخدمة الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية والتعاون بين وكالة أنباء البحرين ونظيرتها الباكستانية والتي عرضها معالي وزير الخارجية ترجمة نانسي قنقر